أو عفوا نورة سألت يعني عندها مشاكل في الوسواس وأيضا أخونا أخونا علي كذلك عنده إشكالية في الوسواس نورة وعادل دائما يكرر عن نفس الأسئلة التي ذكرها الآن فيما يتعلق بالانتقاض الصوم و نورة تشعر أنها أفطرت وأيضا أخونا علي يقول أنه يصلى بدون وضوء أو أنه يصلي أحيانا و يترك أحيانا فكيف يتخلصون من هذه المشاعر التي يشعرون بها ننصحهم بالإعراض عن هذه الوسواس و قطع التفكير فيها و الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم و أيضا الذهاب للطبيب النفسي المختص يعني يفعلون الأسباب أسباب التخلص من هذا الوسواس جزء من السبب متعلق بالشخص نفسه وهو الأهم و جزء آخر متعلق بالطبيب فالشيء الذي متعلق بالشخص المصاب بالوسواس عليه أن يقوي جانب الإرادة و الشجاعة و أن يقطع التفكير في هذا الشيء الذي يوسوس فيه و يقاوم يعني لأنه ستأتيه الوساوس فيقاوم هذه الوساوس حتى يقطع التفكير إذا قطع التفكير في هذا الشيء الذي يوسوس فيه يوم يومين ثلاثة يبدأ الوسواس يضعف ثم يتلاشى لكن إذا كان هذا الوسواس قد أشغل فكرة يفكر فيه كل وقت سيزيد الوسواس و سيتحول الوسواس قهري و لا يستطيع الإنسان يتحكم في نفسه فإذا جانب كبير على المبتلب الوسواس عليه أن يجاهد نفسه في قطع التفكير في هذا الأمر إذا استفتأ يقول في ذمة من أفتاني أنا سأعمل بفتوى فلان و في ذمة من أفتاني و يقطع التفكير هذا من أعظم وسائل معالجة الوسواس و أيضا يتواصل مع الطبيب المختص لأن أحيانا مشكلة الوسواس خلل في الدماغ يعني مشكلة في الدماغ هي التي تسبب هذه الوسواس فالطبيب يعطيه عقاقير و يعطيه وصفة علاجية و يساعده بإذن الله تعالى على التخلص من هذا الوسواس و أما بالنسبة لهذا الشعور الذي يأتي لهذه المرأة بأنها أفضلات لا تتبتي إليها الأصل صحة الصوم نقول صومك صحيح إذا لم تأكله و لم تشربه و لم تأتي مفطر من فطرات بشيء واضح كالشمس و إلا فالأصل صحة الصوم و هكذا إذن نقول الأخ الكريم بالنسبة للصلاة نقول إذا توضأت فالأصل أنك على طهارة و اليقين لا يزول بالشك فلا تلتفت للوساوس في أنك قد أحدثت